ورجعنا ونكملين حققتنا لليوم سؤال مهم هل بيراسلك صديقك أو بيتصل علشان يطمن عليك على أحوالك من وقت لوقت أو بس بيتذكرك لما تحس إنه هو محتاج حاجة معينة أو لشي يعني يعني من جد استغلال الأصدقاء أو حتى الناس المحيط فيك هو أمر مرات يكون جد مؤلم لنا ويخلينا نفقد الثقة بكل واحد حولينا وهذا السؤال كيف ممكن نبعد هذول الأشخاص عن حياتنا طبعا هذا اللي راح نسأله بكل أسف وألم مع الدكتور أحمد عمارة استشارة الصحة النفسية يسأل لي صباحك يسأل صباحك من جدا الواحد يزعل لما يحس إنه فعلا فيه ناس ما بس تفتكروا إلا في وقت معين بس برضو فيه ناس أفرح لم يكلموني عشان يكونوا يبغوا مني شيء للأمانة وحس إنه أنا كإني حتى لو ماني معاهم يوميا بحس إنه محتاجوني في وقت يمكن هما فيه ثقة زيادة أو فيه أمانة ممكن أديرهم هي يعني من كلام معين أو أشياء معينة فلازم نفرق طيب بين هدول الاثنين يعني عشان أفرق خليني الأول أعرف يعني إيه كلمة استغلال الاستغلال معناها إنك تحس إن أنت مستهلك ومستنفذ لتحقيق أهداف آخرين أوكي يعني فيه استهلاك غصب عنك أو مضغوط عشان تحقق أغراض آخرين أو ترضيهم آيان كان بقى بنحط لها مسميات قد يكون تحت مسمى الصديق تحت مسمى الزوج تحت مسمى الآخر القريب بيفرضوا هذه الفروض ويخليك مستغل لذا حقيق أغراضهم وبالتالي طالما أنا بقيت مضغوط يبقى فيها حاجة غلط لكن أنا مرتاح زي ما قلت ومستمتع ما فيش مشكلة لو قلنا مثلا إيه الفرق ما بين إن أنا بعملها بحب إحنا بنسميها مبدأ الوين وين سيتيواشن اللي هو إحنا الاثنين متبادلين في المنفع وبالتالي مش تازن تكون منفعة مادية ممكن أنا لما أعملك كده أحس أن أنا مبسوط فأنا أخدت متعة وأخدت سعادة لأني عملتها لك في حتة مهمة كمان ويمكن بقولها للناس إيه اللي بيخليك تقع في الاستغلال إنك تقع في الاستغلال لما تكون أنت من غير ما تاخد بالك بتشتري قيمتك من الآخر أو بتحاول تظهر قدامه بمظهر الجميل المحترم الراقي عشان تحافظ على صورتك عندهم يعني هو بيستغلني وأنا أخليه يتمادف ده الاستغلال عشان صورتي وقيمتي ما تضغي أيوة وإن أنا ممكن أكون مضغوط فأقول لا لا حسن هيقول عليك المسلبية أو صورتي هتتغير قدامه فعشان أفضل محافظ على الصورة أضغط نفسي وأجعل نفسي طيب أنت تتكلمت وقلت أنه هي علامات معينة بتكون موجودة عند الاستغلالي أديتني كم إشارة عاوز أعرف الإشارات كلها عشان نكون واضحين مع بعض خليني كده أنكشك وأقولك أنت متوقع لو في صديق أو صديقة ليكي أي اللي ممكن تلاقيه في العلاقة تكون هي بها بتعملك فيها استغلال أي اللي أنت بتلاحظيه كإنسان عادي أن يحسه أنه زي ما قلت أنه لما حبدأ أحس لأنا مضغوطة أن أنت جاعد تزيد على بأول علامة لما أحس أن التعامل ده ضغطني وبيفرد علي حاجات أنا مش عايز عاملها أو بتضيقني رقم اتنين أن الشخص ده بلاقيه دايما يعني ودي حتة خطيرة الناس مش ربطنها بالاستغلال دايما بييجي عندي ويفشي أسرار آخرين بيتكلم سلبي على فلان ويتكلم سلبي على فلانة فلازم تكون متوقعا طالما بيعمل كده وبيعمل كده عشان يرديك عشان ياخد منك حاجة أو تحسي بأنه هو موصوق فيه وأعرفي أنه طالما عمل كده فهيعمل فهيقعد يرديني لا هيتكلم ويتطلع أسرارك يرديني بكلام هيرضي الآخرين صح إنه طلع أسرارك حلو كده يبقى ده رقم اتنين إنه هو بيتكلم ويفشي أسرار آخرين فده إنسان مستغل رقم ثلاثة إنه هو دايما بيتعامل معايا بصورة فردية يعني هو بيجي لي بنتعامل لوحدنا بس لما يكون خارج مع أصحابه أو مجموعة ما بيعزمنيش دايما بيتعامل معايا بصورة فردية عشان يبقى مستفيد ومش عايز حد يتعامل معايا عشان هو بيكون شايف إن أنا بنسميها في مصر زبون سقع لقطة كده والله هذي تعرف هذي بفعلا يمكن نقطة أنا ما كنت أعرفها بس دايما كنت ألاحظها يعني في ناس كتير ممكن تكون في حياتنا اللي هو أنا ححبك وحتعامل معاك كويس هاخد من خبرتك وحتفيد منك بس عند أول مناسبة وفجأة تلاقيه خارج مع أصحابة مع زمنيش ليه؟ في حفلة في مناسبة مع زمنيش ولجين بيتكلموا بالثاني بلغتي بطريكتي بثقافتي صح فهيقول آه عشان كده أنا ما أروح هيبقى ثالث نقطة لما يكون شكرا لما يتعامل معايا فردي ما بيعزميش في الحاجات اللي فيها تجمعات نقطة رقم أربعة إنه هو تلاقيه لما أنا عمله حاجة بيشكرني بيشكرني ويبالغ في الشكر ويقولي هردها لك بس ما بيردش بص أنا والله العزيم جد أشكرك من كل قلبي أنت عملتي كذا وكذا هردها لك إن شاء الله وتلاقيه دايما مستغل وبيأخذ وبيوعد ولا يرد وبالتالي تلاقيه المحصلة إن أنا على طول بأخذ ولكني أو بديله أسود وأنا ما أخدش حاجة آخر نقطة إن أنا يعني بلقيه بيتصل بي وقت اللي احنا قلناها يمكن بسرعة عامة والناس عارفينها إنه بيتصل بي دايما عند الحاجة وأحيانا يعني بيتصل بي ولا يقبل إن أنا أقول لأ يعني لو أنا جيد عتزر يزعل ويتقمس وبجد أنا ما كنتش أتوقع أبداً أو يتهمني باتهامات سلبية لما أنا أعتزر في حين إنه لو طلبت منه حاجة بيعتزر عادي ومن حقه إنه يقول أنا مش هقدر بموتها البساطة خلينا ناخد الحلول لأنه فعلاً اليوم في حولينا كتير أشخاص ممكن نكون إحنا يعني إعنف الفخ زي ما يقولوا بس كيف أنا أتعامل معهم؟ للأسف اللي وقعين في الاستغلال كتير جداً فأنا أقول شوية معلومات كده انتبهوا ليها واخدوها خطوة خطوة علشان بإذن الله تنسفوا حالة الاستغلال رقم واحد وهي أهم نقطة إنه أتعلم أقول لأ في بعض الناس يقولك طب أنا أقول لأ إزاي أنا ما أقدرش هقول له ماشي أوكي لأنك مش متعود لما حد يطلب منك أي حاجة قول طب بعدين هفكر وارد عليك خدها لأول لنك ما تجاوبش مرة واحدة أيها طب أنا هشوف وارد عليك وبعد شوية بدأ اتدرب إنه لو أنت اللي عايز حاجة أو حد بيعزمك عزومة عادية مثلا تحب تشرب كذا قول لأ طب تحب تأكل معنا كذا لا يبقى أنت عود نفسك إنك تقول لأ بعد كده لما حد يطلب منك حاجة وتحس فيها بلود أو ضغط قول لأ لمنتهى السهولة رقم اتنين لا تستجيب للابتزاز العاطفي نهائيا بمعنى كلمة ابتزاز العاطفي معناها إيه إن أنا بستغل عاطفتك أو حبك في إني أضغط عليك بعض الناس بيسموها الأخذ بسيف الحياء إن أنا بحرجك وبقى عارف إنك مش هتعرف تقول لأ إنك بتحبك عشان بتحترمني أو بتحبني فأطلب منك الشيء فتبقى أنت مضغوط ده اسمه ابتزاز العاطفي بيابتزك بالعواطف أو بيسمى emotional blackmail رقم ثلاثة ودي نقطة مهمة جدا أنت غير متحمل مسئولية إسعاد مخلوق مش دورك تسعد إنسان لأن معظم اللي بيستغله هو عاوز تشوف ده سعيد وده مبسوط وعاوز يرضيهم فتلاقيه عشان عايز يرضيهم بيجعل نفسه بصورة قوية جدا رقم أربعة اكتشف قيمتك الذاتية والقيمة الذاتية تستمد من المصدر من الإله مش من البشر وبالتالي القيمة الذاتية معناها إيه اللي أنا بعمله ده شيء قيم ربي شايفني بعمل شيء قيم مش مهم من ناس تقيمني وتقول عمي تقيمني إزاي فالمهم ربنا شايفني إيه مش مهم من ناس وأكون عارف إن أول ما أبدأ أعمل كده سأتهم باللي هم متأكدين إنه مش فيه يعني إيه صح هم عارفين أن أنت كريمة مثلا يا غادة فأول ما تبداية تقولي لأ على فكرة أنت بخيلة جدا أنا ما كنتش أتوقع أبدا تقولي أنت لا والله أنا كريمة هيا دي لا 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 بلا أستجيب نهائي لهذا الابتزاز ومهما حاولوا غيروا الصورة أو يتهموني لما أكون مرتاح أعملها صح أول ما أكون مش مرتاح لا أظلم نفسي أبدا يعني دكتور أحمد عمارة دائما بتديني كدة زبدة في الموضوع